اشتركوا في القناة وقلونا سلام عليكم طبتم طبتم فادخلوها خالدين وقد فسر أهل العلم هذه الآية بقوله طبتم أي قد طابت أقوالكم وطابت أفعالكم وطابت أعمالكم وطابت سرائركم وطابت ذهاب وايركم فادخلوا الجنة خالدين وأما من كان من أهل الإيمان في أهل الدنيا ومن من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وكان عنده شيء من الخبث فإنه إما أن يطهر حتى يكون طيبا في الدنيا فيرسل الله عليه من البلايا والمصائب ما يطهره من معاصيه حتى يمشي على الأرض فلا تكون عليه خطيئة واحدة ليدخل الجنة طيب ومنهم من يعاقب في قبره فيضم ضمة في القبر تزيل كل خبثه أو يحاسب أو يحاسب في القبر أو في أرض الحشر أو يصفى في نار جهنم والعياد بالله حتى يدخل الجنة طيب لأنه لا يمكن لا يمكن أبدا أن يدخل أحدنا الجنة وفيه مثقال ذرة من خبثه ولكن الطيب سبحانه وتعالى لأنه طيب لأنه طيب جل جلاله ينادي عبده يوم القيامة فيقرر على ذنوبه ألم تفعل كذا تفعل كذا تفعل كذا فيقول بلى فيقول بلى يا رب فيقول الله وهذا كله من طيبه انظروا إلى هذه من طيبه جل جلاله أنه يقرره على الصغائر ولا يقرره على الكبال فيقول يا عبي ألم تفعل كذا فيقول بلى وهو مشفق من الكبال مشفق من الكبال يعلم نفسه ما تفعل فيقول يا عب ألم تفعل كذا يقول بلى يا رب بلى يا رب بلى يا رب فيقول الله اذهب فقد سترتها عليك اليوم وأنا أغفرها لك سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيدخل الجنة فيقول يا رب ما زال هناك الظنوب لأنه يقول اذهب فقد سترتها عليك اليوم وأنا أغلبها لك حسنات حسنات لي قلبها حسنات لأنه طيب والله لأنه طيب جل جلاله لأنه طيب فيقول العبد لأنه يطمع أن تقلب الكبال الآن وقبل قليل كان خايف أن تفضح فيقول يا ربي يا ربي يا ربي ما زال هناك لذنوب فيبتسم الله وهنيئا لمن ابتسم الله له لأنه طيب فيقول يا ربي يا عبدي سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فادخل الجنة فيدهب فيأخذ كتابه بيمينه فيدهب لآل المحشر وهو قبل قليل خايف أن يفضح أو خايف أن يؤتى بإسمه لا يريد الناس يعرفوه بما يعلم بما عنده من الدنوب فيقول ها وقرأوا كتابي اللهم يا طيب اللهم يا طيب اللهم يا طيب نشيدك على حبك ونشيدك على حب من يحبك ونشيدك على حب كل عمل يقربنا إلى عبدك فاللهم يا ربي يا طيب طيب أقوالنا وطيب نياتنا وطيب سرائرنا وطيب أعمالنا وطيب أفعالنا وطيب أخلاقنا وطيب زوجاتنا وطيب أولادنا وطيب مكاسبنا وطيب أرزاقنا وحاشاك يا طيب أن تعذبنا ونحن نحبك اللهم يا طيب نشيدك على حبك ونسأل الله جل وعلا وأن يعفو عنا وأن يربع درجاتنا وأن يكفر لوالدينا ولكل من قال آمين الله آمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وَأَلَى أَلِي وَصَعِي أَجْمَا وَأَلَى أَجْمَا وَأَلَى أَجْمَا وَأَلَى أَجْمَا وَأَلَى أَجْمَا اشتركوا في القناة وَأَلَى أَجْمَا